أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من تصدق بصدقة لأجل شفاء مريض عنده عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة فهل يعطى أجر الصدقة كاملا أم ذهب أجرها بنية شفاء المريض يقول أحسن الله إليكم هل يعطى أجر الصدقة كاملا يعطى أجر الصدقة ما قرأت النحو مثل ما ذكرنا إذا كان المال قصد إلا شفاء المريض فليس له إلا ما نوى أما إن كان حصد السواب وشفاء المريض فله ما نوى إنما العمال بالنيات وإنما لكل مريض ما نوى